اليوم محاضرة مهمة. احنا في المحاضرات الماضي تعلمنا ايش هي الاساسيات عشان نقدر نعمل تمام? من ناحية من نجي نتنظر الانظمة ومن نجي نتنظر ايش? الممارسة. الان في شغلتين مهمات قبل ما نجي نحكي على وكيف او وكيف اه الكيسات طبعا بشكل عام وايش الانظمة اه بتخص كل واحد فيهم. لازم نحكي شغلتين مهمات. الهي كيف بدك توصل اللي عندك? لا اه المريض من اجل تقديم الرعاية الصيدلانية. والنقطة الثانية انه في عنا باريارز. باريارز وان يوار بروفايدين الفارمسيتيكال كير. فان شاء الله يعني هذا الاسبوع بنخلص المحاضرتين هذول. الاسبوع القادم نبالش نعطيكو كاسات. بنعطيكو الاول اشي الكومينيتي فاروانسي بنعطيكو كاس عليها. بعدين الهوسبوت هلو كاس عليها والكلينيك هلو كاس عليها. فالاسبوح هذو ان شاء الله بنخلص بس الشغلتين مهمات والبريارز الفارمسيتيكال كير. اليوم ان شاء الله رح نحكي على طبعا اهم اشي في انه انه يكون فيه فيدباك. تمام? فالكل حد الان امتبع معي. هذا هذا الفيدباك. الكل امتبع معي يا جماعة. تمام دكتور ما اعطيك العافي. الله يعافيك تمام. الحمد لله. طيب. طيب. احنا حكينا دائما. if you want to provide a فارمسيتيكال كير. اه. الفارمسيتيكال كير فيها مسج فيها information فيها knowledge. يعني يوم بتتقدم الرعاية الصيدلانية. انت قعد بتقدم معلومات للمريض. هاي المعلومات ممكن تكون على شكل اه خطة علاجية. اه. طبعا ايه العلاقة في الادوية. او على شكل لكيفية استخدام الادوية. تمام? طيب. علشان توصل هاي المسج للشخص المقابل اللي هو المريض. في عنا دائما احنا نحكي عنهم برييرز. هذول البرييرز موجودين عند ال عند ال عند الباشنط. وفي عنا برييرز اه موجودين عندك كفارماسيست. تمام? فعلشان توصل للمسج للمريض او هالنوليج او الاكسبرينس او الثقافة اللي عندك او المهارات الاتصال الموجودة. بدك تستخدمهم هذول كلهم علشان توصل للمريض. تمام? المريض كمان عنده عنده اه عنده في تعامل مع الادوية. عنده ثقافته وتعليمه الخاص. وعنده مهارات اتصال معينة. تمام? فعلشان المسج توصل للمريض. لازم احنا نعرف هاي اللي موجودة عند المريض. والبرييرز اللي موجودة عندنا الحواجز. ونقدر نعملها علشان نقدر نتجاوزها. في هاي الحالة احنا بنقدر ايش? نوصل المعلومة. طيب. دس خليني احطو هادا فلسكريين. هادا اضره السبب. على اغلب يوم اعمل فلسكريين بروح العملية بتروح تسجيل السلايدات. ويمكن هاي الشغلة اللي صارت معنا. الاسبوع الماضي. ما سجل السلايدات كامل. بس اتوقع هيك. لامور تمام ان شاء الله. طيب. يعني يعني طبعا انت المهارات اللي احنا نسميها الاتصال او اه لتقديم الرعاية الصيدلاني مهم جدا. لانه اذا انت عرفت المصادر القوى اللي عندك. اه بتعرف تتجاوز الحواجز اللي موجودة عندك. في النهاية بتقدر تتجاوز الحواجز اللي موجودة عند المريض اللي احنا نسميهم البريرز. هادا الاشي مهمة كثير لانه لانه هاي الاسكل مهمة جدا. تمام هاي اول ميزة. ليش احنا منحتاج الميزة. الميزة الثانية تبادل معلومات. تبادل معلومات يعني في دائما في عملية يوم ما يكون في من الطرف الثاني يكون فيها احتمالانية. اما الطرف الثاني مش فهم المسج. وما مصدق عن الله تخلصها المحاورة. على عشان تنتقي انتهى الموضوع. او انه بيكون فهم. والاحتمال الثاني طبعا بيكون اقل. يعني اضعف انه يكون فهم الموضوع. لان لازم يجي في 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 فيدباك من الطرف الثاني. تمام? ودائما اثناء تقديم الرعاية الصيدلانية. ده ما في فيدباك بدك تحاول تنوع في الاسلوب. تحاول تسأل اسئلة عشان تتعكد انه المسج وصلت. تمام? لانه ممكن انه يكون في اشياء انت مش شايفة في بريارز معينة عند المريضة اللي انت بتقدم له رعاية الصيدلانية. تمام? طيب. فهاي عملية الافكتف اكسجنج of information ضرورية for the pharmacist to appreciate patient needs and for the patient to understand and accept the pharmacist recommendation. طبعا احنا ليش منعمل افكتف كومينيكيشن? لانه ultimate result الها is to provide rational pharmaceutical care للمريض. تمام? so we can ultimately provide better patient care. for example the effective communication will allow you as a pharmacist to improve the adherence and medication news. دائما يوم تشوف كلمة adherence او احنا بنقصد فيهم شغل واحد الكونكوردنس. اللي هو الالتيمت result لعملية الكاونسنينج او الاجيوكيشن او الكوتشنج. تمام? فهاي احنا هاي المحاضرة بالذات نستخدم هاي التيرمز انترشنجيبلي. لك احنا بنقصد فيها الالتيمت قول اللي هي الكوتشنج. اللي بتعطينا ايش الكونكوردنس. تمام? فالنقطة الاولة allow you to improve الكونكوردنس with medication news. increase the patient satisfaction with their relationship with the pharmacist. how will patient will be satisfied? اذا عرف كيف يستخدم الادوية تبعته. اذا كان حاصل عجميع المعلومات اللي بتخوله انه يستخدم الدواء. تمام? فاذا استخدم الدواء بالطريقة المناسبة رح يخذ منه افضل افكت. فهايه فايدا كان حصل على افضل افكت من الدواء. هذا بيعمل بلدنج للتراسط مع الفارماسيس. فعلى اغلب النقطة الثالثة. increase the likelihood that the patient will ask you again for help when it's needed. تمام? طيب. النقطة الرابعة بيجي بصير يسألك انت وبقول والله هدو الفارماسيس الشاطر ويختلف عن الصيد الثاني. لانه للأسف على البابلك مش كثير مع بيرد مع اللي هم اللي هم اللي هم الأطباء. فاحنا هاي وظيفتنا انه نغير هاي آآ آآ تمام? طبعا اثناء تقديم مهارات الاتصال معرفتك لهاي الاشياء بيفرق عن كيف تعملها. وراح يعني الجزء الاول من هاي المحاضرة اللي رح اتركز عليه اليوم بجوز ما نكمل الجزء الثاني. بيخلينا نعرف شو يعني فعلا. انك بتعرف اشي بيفرق انك بتعرف تساوي او لا. تمام? انا والله بعرف آآ قوانين آآ لعبة بس ما بعرف علعبها. او بعرف قوانين اي لعبة ثاني بس ما بعرف علعبها. فهي احنا بنعرف والله مهارات الاتصال بس مش عارفين نقدم او نستخدم مهارات الاتصال هاي بالطريقة المناسبة. تعرف اشي بيختلف بيختلف على انك انت بتقدر تعمل او لا. لكن فان شاء الله اليوم نشرح لكم عن معلومتين مهمات بتخولنا نفهم تمام? لانه اشي بتقدر تتعلمه. بتقدر تتعلمها. تمام? مش انه ما بتقدر. لا بتقدر تتعلمها. في صياد يمكن الحصول الماضي حكولي دكتور احنا يعني بصراحة انا مش عارف. انا ما عندي اش هي مهارات الاتصال. انا بعرفش احكي مع المريض. كانوا صادقين مع انفسهم. قلتنهم تمام عشان هيك. انا هي بعطيها المادة الكمبينيكيشن كنت دورة في في عمات شوان الطلوة. فعشان هيك قلت لهم هذا الكورس احنا بنعمله. مش غلط انك تؤدرس البروبلم اللي عندك. في ناس في الكمبينيكيشن كتير خلينا نسميها فورمل. يعني طبع انت لازم تكون كومبينيكيشن فورمل. بس ايش يعني. يعني هس اروح نحكي عنواع المرضى. طبعا هاي عنواع المرضى بتتفق يعني احنا بنحكي عن بشكل عام. فاحنا الفارماسيس بنطبق علينا هذا الاشي. ففي ناس يعني اصلا بتشحد منه الكلام شحدة. احنا نسميها. تمام? فهذا اذا اذا اثناء تقديم الرعاية الصيدلانية هذا الاشي غير مقبول. هو اللي لازم يحكي. هو اللي لازم تتاك ليد. تمام? تي نويزي جماعة جاي من بره? لا دكتور تمام. من من عندي انا من عندي في نويز جايكو. ما في صعب. لا لا تمام. تمام طيب. فطبعا اسبيل المثال هاي حكيت عنها انا انه طريقة فهمك للموضوع. للاشي لا يعني قدرتك على يعني او غير كافي خلينا نحكي عشان كن دقيقين. انك بتقدر تعمل هذا الاشي او لا. لازم تتعلم تعمله. تتعلم تعمله. انك تعمل براكتسينك. للطريقة المثلة. فبصير تتعلم تعمله. هاي المقصود فيها. طيب. راح اظن ما اشي بعدين بوقف بسألكوا اسئلة معينة. لانه هيك شوي طبيعة المحاضرة فيها كلام نظري شوي. مش اشي والله مستحيل. والله يا دكتور هذا هذا الطالب اشطر بعرف يحكي مع المريض. عنده او او بيقدر يقدم افضل مني. ما في هذا الكلام. بشكل عام. عملية ايصال المعلومات. طبعا انت بتحتاج تكون عندك المعلومات. يعني هاي الشغلات تحتمد عليك كالفارمسيس. انه موجود عندك. لكن ايصال هاي المعلومات للمريض او الهيلف كير. احنا طبعا مراكزين في هاي المحاضرة على البيشنت اكثر. هي سكل. هي عبارة عن مهارة. احنا بنقدر نتعلمها. واليوم نثبتلكم في المحاضرة هذا الاشي. في اشياء معينة احنا لازم نعرفها. وبالتالي بنقدر نتعامل مع اي مريض المفروض في الدنيا. طبعا مع الخبرة مع البراكتس. هذا الكلام. بيحتاج براكتس تمام? فوهاي الشغلات بتفيدك التعاملك في الحياة بشكل عام. بشكل عام. بشكل عام. في بعض العلوم بشكل عام. ايه خلينا نحكي او لكن احنا في مجال علمنا اه مع المريض. النوم فيربل بيأثر لدرجة خمسة وارمين لخمسين في المية. فمعناته هذا الاشي مهم. رح نحكي عنه لا تماما? طيب. سوي كومينيكايت فيربالي. ثرو ووردز. آآ فيجوالي ثرو دايوز وبيكترز اور برنتد متيريا. له هذا الاشي اللي بتعمل يوم. تقدم رعاية صيدلانية. ممكن مريض يكون مستاجل. قل له اعطيني ايميل لك وببعث لك كل المعلومات في ما يتعلق هذا الدواء. او ممكن يقول لك والله انا بدي ارشادات اضافية. تقول له ببعث لك ايوم على الايميل. او اذا هو طلب على طريقة او ايش سهل. بس هو بيطلب. دائما انت لا تقدم خاصة اذا كان فينا بتعرف الثقافة اللي عنا كيف. فدائما تعمل اطلب الايميل. آآ اذا هو عرض انه يستخدم اي ايش ثاني بتستخدم هذا هاي الميثود. زي تمام? فيما يتعلق او خلينا نحكي بشكل عام. زي ما قاعد بعمل معك في المحاضرة. كلياتنا احنا قبل ما نام نعمل. في ناس كثير بتلاقيه ماشي بالشاريع بتحكي مع حاله. بتعمل مش مش مجنون هذا. بيكون بيحكي مع حاله. بكون صار مع موقف بيقيم هذا الموقف. تمام? فهاي انواع وهاي بيجع لها سؤال او سؤالين في الامتحان. انا بسميهم باجي بقول لها هي بتكون خطأ المقصود فيها تمام? طبعا بشكل عام هي في لها مش والله مهارة هيك راندوم اللي احنا راح نتعلمها. فيه فيه الها. تمام? طبعا هذا الابروتش تسكرايب ازا سيستم نظام ميد اب اوف سيفرال اليمنتز. شو هاي الالليمنتز او كمميليكيشن? في عندك السورس او انفورميشن اللي هو انت فارمسيس. وفي عندك الشينل ميسيج او كمميليكيشن. وفي عندك الريسيفر او انفورميشن اللي هو المريض. طبعا بيتخلى لهاي العملية اللي موجودة عندك. الموجودة عند المريض الريسيفر. تمام? اللي هي الفارمسيكيكال كير. اول اشي بنعمل انكودنج. ايش يعني انكودنج? يعني لازم نتجاوز النويز او النويز بنقصد فيها الصوت. يعني انت قاعد بتحكي مع المريض وفي مريض ثاني بيحكي معك. او في ازعاج. ومنقصد فيها اشياء ثانية. مش بس الصوت. معناته البريرز. معناته ما اتجاوز البريرز. هذول اللي احنا حكينا عنه الموجودة عندك. والبريرز الموجودة عند المريض. مع المريض يعني توصل للمريض. لازم نتجاوز او الشينل. تمام? فالان بعد ما توصل لهي المسج على الاغلب بدي يكون فيه ريسبونس. ففيدباك احنا بنسميه الفيدباك لوب. فاذا ما فيه فيه بترجع الى كفارماس بيكون الامر احنا بنسميه غريب يعني. في ايش غلط. تمام? زي هسا الان. انا قاعد بحكي وان وي كومينيكيشن. والكل يا اما نايم يا اما صاحي. اه الان في عندنا علشان احنا نقدم الرعاية الصيدلانية حكينا احنا بنحتاج. اه طبعا النوليج اكيد والاشياء اللي حكيناها البوليسي والبراكتس. الامور كلها اللي حكيناها. وبنحتاج انه نتجاوز اه البريرز. طبعا البريرز. محاضرة شوي بتختلف عن البريرز اللي احنا بنحكي عنها في محاضرة الكمينيكيشن. احنا هون بنحكي برييرز كومينيكيشن. هناك برييرز سو بروفايدنج الفارماسيتيك الكير. قضية ثانية. بنحتاج انه نتجنب البرييرز سو بروفايدنج الفارماسيتيك الكير هاي منتعلمها ان شاء الله في المحاضرات القادمة. وبنحتاج انه نوصل لا ام نعرف المريض هذا ايش نوعه. هاي الاشياء اللي احنا دايما بجزء انا كنت احكي في المحاضرات الماضية. المرضى بشكل عام انواع. بدك تعرف شو نوع المريض. وبدك تعمل اجسمنت لهذا الاشيي وين بروفايدنج الفارماسيتيك الكير. تمام? ففي عنا تو ويز. في عنا الكولبز ليرنينج ستايل انفنتوري والمايرز بريتش تايبز انديكياتور او تايب انديكياتور. هذولا تو تيست. هذولا تو تيست. تمام? خلني اعمل تليفون صايل انت عشان ما يزجنا. طيب. هذولا تو تيست اه اللي عملهم بتطوير مش مش علماء نفس في علم النفس. علماء نفس صيادلة. هم اللي عملوا الكولبز ليرنينج ستايل انفنتوري والمايرز بريتش تايب انديكياتور. هذولا عبارة عن تو تيست ذات كان هلب اس ابريشيات اور ستينب. انها وي ليرن انها وي انتراكت ود اذرز ان الورد. تمام? طبعا نيمكن تطبيقهم على مش بس على المارضة. على الفارماسيست وفارماسيست كومينيكيشن. ممكن تطبيقهم على الفارماسيست تؤذر هلتكير بروفايدر. لكن اكثر اشي ديفلوبتهم بصراحة للمرضى. يعني احنا بهمنا اكثر اشي كفارماسيست تخدمه في التعامل مع المرضى. لان بهمنيش كتير انا اكون مدلل للفارماسيست يوم احكي معه او تمام? ليش? لانه في علم هدول العلاقة ايكول. يوم نيجي نحكي عن فارماسيست وفارماسيست وان في ايكول ريليشنشيب كومينيكيشن. فارماسيست وفيزيشن فارماسيستو نيرس. في عني علاقة متساوية. تمام? لكن المريضة العلاقة مش متساوية. دائما وابدا هي بتحطها في دهنك كفار بس ان شاء الله بس يتخرج. دي يعني دائما المريض على حق في عملية لان زي ما دائما بحكي في كل المحاضرات اللي بعطيها. يوم بصير في عنا مشكلة بشكل عام. مع اي مريض. او بقول لك والله طبيب بتتاوش مع مريض. انا باللوم الطبيب بشكل عام. مع انه يمكن يكون الحق الاكبر على المريض بس ليش احنا من لوم الهيلث كير او من لوم الممرض. لانه هو هذا اول اشي مريض. وانت القادر عندك سكيلز انك تعرف تتعامل مع هذا المريض. يعني ايش متوقع من يجي المريض يجي ابتسم عندك? في التعامل في الكميونيكيشن? ما بمتوقع هذا الاشي. هذا نادر. انه يجيك مريض مبتسم. لانه على اغلب زعلان يا اما مريض. يا ما جاي ياخذ ادوي لابوه او لصاحبه اللي هو مريض. فزعلان عليهم بكون. الريلاتيف ولا قارب. فدائما في عملية الكميونيكيشن. تذكر انه المريض في عملية الكميونيكيشن على حق اكثر منك. طبعا انت بتقدر تعمل كنترول. تمام لهذا الاشي. يعني ان شاء الله بتتعلم السكيلز اللي انت تخولك تكون كنترول في هذا الاشي. مصادر القوة عن انها ويلان كيف نتعلم كيف نتعامل مع العالم الخارجي. تمام? بهمني اكثر اشي مع المريض. هذا الهدف من هذه المحاضرة. طيب نيجي نحكي عن اول مجموعة. اللي هم الكولبس ليرنينج ستايل انزينتوري. هذول الكولبس اسم العالم. بيعملوا للبريفيرانسيز فور هاو انديفجوال ليرنز. شو يعني بريفيرانسيز? شو يعني بريفيرانسيز? خليني اكمل لو اشلاط. ولا حد سأل شو يعني بريفيرانسيز? رؤى شو يعني بريفيرانسيز? يعني اولويات او افضل او افضل اولويات. تمام. رؤى بتشاركيش معنا انت في زي ما بتشاركي في المحاضرة. يعني على تيم على الاشياء الالكترونية. هل هنالك سبب? لا بس انه افضل يعلق. اكيد بس هذا السبب? اه خاصة من كله واضح. يعني انه عم تطلنا سهلة. واخد الكورس. تمام تمام. اذا ما اخد الكورس معناته ممل الوضع راح يكون. لا بالعكس هي كانت كتير مفيدة يعني. ان شاء الله مستفيد اكثر. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. طيب. الان احنا في عمريض تقديم الرعاية الصيدلانية. ترى بنتعلم. دائما او بد ان انا بقول. وهذا الاشي اللي يمكن الطلاب بس يمارسوا المهنة بيعرفوه. مريض واحد بيعلمك اكثر من من شابتر خلينا انا عم ديش اقول لك اكثر من كل اللي بتتعلمه في ديبير وفي الثيرابي. دمام? هو بالمحاضرات اللي بنحكيها. مريض واحد بيعلمك كثير. لانه هذا المريض بيجيك بيجيك مجموعة كاملة. من المشاكل والامراض. ومن طريقة التعامل. فانتي بس تقدم الرعاية الصيدلانية كل يوم تتعلم. والمرضة بشكل عام مختلفين. والمريض نفسه بيرجع عليك مختلف. والان رح نحكي لكم عن هذا الاشي. تمام? تتعلم في كونتينواص ليرنينج. اندرستاننين. افا ديفرنت ليرنينج ستايل. كان هل بفارماسيس بي مور افكتب. ان هاو بفارماسيس ابروش. اسبكت. او بيشن تجيكيشن. في عنا اسبكت للبيشن تجيكيشن. في جوانب البيشن تجيكيشن. تمام? هاي المحاضرة للامان رح تثبت لكم. ان الكومينيكيشن سكيلز بي كان ليرن. مش والله انا قاعدش في الصيدلية. او المستشفى قاعد بتعلم بتعمل المريض هيك. حكيانا في سيستم. في معينة موجودة في الكومينيكيشن. خلينا نيجي نحكي عن في عنا اول اشي اشي بسمي راح نحكي عنهم واحد واحد الان. في عنا في عنا في عنا في عنا في عنا وبشكل عام انت كفارماسيست نيتو بي فليكسابل. هاي معنى كلمة هون. تمام? عشان ما تخربطوا بين كلمة اكوميديت والاكوميديت الموجودة. يا جماعة اي الان اه الكلام اللي في في مصطلحات هيكة في الانجليزي لازم تسأل عنها اذا مش فهمها. طبيعي انك تكون ما بتيارفها يعني. فاسأل عنها. وبس بتكتسأل وقفني على طول انا بس واحد يحكي بوقف ببطل احكي لاني بعرف انه في سؤال. تمام? وبحب انا لغيت الشات يا جماعة مش بس عشان طلاب ما يحكوش مع بعض في المحاضرة. انا لغيت الشات لاني بدي الطالب يحكي معي ويحكي قدامه الطلاب كلهم. تمام? بدي اياه يحكي بدي اياه يسألني. بدي اياه تكون تفاعلية اكثر. هذا الهدف. طيب نيجي نحكي عن الاربع نواح هذول اللي حكينا عنهم. وللامان انا اختصرتهم بهاي الطريقة. كانوا كل واحد بس يعني هدف التسهيل اكثر مما احنا ندخل ديبق. في الصايكولوجي اوف ده هيومن بيك. او علم اللي احنا ما نسميه. طيب. اكثر مثال في الاجوكيشن على اغلب اللي انتو رح تعملوه او اعملتو في لاب الثيرابيتو اللي هو الانهيلرز. وينما يصير في انهيلرز بصير في انه لالفارمسيس لعمل اجوكيشن. لانه على اغلب الطبيب يعرفش او مش فاضي يعرف. احتمال يعني. اما بيعرفش فعلا يعلم المريض على طبعا بيعرفش مش شغلة عظيمة. ومش فاضي لها لها الاشياء. بيقول لك الفارمسيس بيعمل هالاشياء. فهوان بتصير في عنا انك تعلم المريض. تمام? فهذا احنا ما نسميه بسهل عملية الشرح عشان يعرف شهم والفور. فون تيجي بتعلمه كل خطوة وبتركز على اشياء معينة بتحكي للمريض شو اهميتها. تمام? طبعا قبل ما احكي هاي الصفات كلها تنطبق اي شخص. يعني تنطبق انت عليه كفارمسيس. قبل ما تنطبقها للمريض. تمام? لحد الان امور تمام? يا رب واحد يرده وقول تمام. تمام دكتور تمام. الحمد. الحمد لله. احنا بنحكي قاعدين بكميونيكيشن فا اذا ما نجعني في ايبباك تكون في مشكلة. طيب. طبعا الان يوم نيجي نحكي عن نحكي من وجهة نظري المريض. لانه احنا بدنا نفهم انواع المرضى اللي عنا عشان نعرف بتعمل معهم. فالحالة الاولى. فهذا على الاغلب اللي بي ايجير تو تراي ات اوت. تؤسس التكنيك. فاحنا كفارمسيس نتمنى انه الحالة اللي احنا بنسميها انه كون المرضى يكونوا وعشان ايك انا في المحاضرة بنجلطي وما يكونش في فيدباك. علشان انا ما بعرف اقيم فعلا هل المعلومة انا عطيتها بالطريقة الصحيحة او لا. تمام? فعلشان ايك دائما وابدا يعني متشعب من ناحية الانيرجي. احنا بنحكي هون. فهذا بيكون ايجير ايش ايجير? يعني ايجير اسف. ايش يعني? يكون في عنده حافز داخلي. انه بتجربه قدامك عشان يتأكد انه فعلا طريقة صحة او لا. عفكرة اللي الامانة هذول عددهم قليل جدا. يعني ما تبسط تفكر انه كل مرضى زي هيك. هذول عددهم قليل جدا. طبعا قبل ما اكمل انواع المرضى. المرضى عندهم كل. اه تفضلي. لكن دي سأل انه يعني انه مليح يكون هيك قصدك المريض المليح يكون هيك. الان. يعني ليح يكون هيك انه انه بيأسر على انه الصيدل يوصل له المعلومة او هاي. مية بالمية عشان ايك انا بقول لك احنا بنتمنى كل المرضى يكونوا طبعا في شغل بتبتعرفوها المريض ما بيجيك وحدة واحدة. هو بكون يعني هاي الصفات موجودة كلها عنده. تمام يعني بنا نكون احنا بس من تبهين. فهون العملية مش بلاك عنده ابيض اسود هو بيجيك بس دايفيرجر. المريض ممكن اليوم يجيك دايفيرجر بعد فترة يجيك اا 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 اكوميديتور. هو نفس المريض. ليش? لانه هاي الصفات كلها موجودة عنده. لكن في في الحالة اللي انت بتقدم فيها رئاسة الصيدلانية. لسبب مما بيكون احدى هاي الصفات واصل ثمانين في المية او ستين في المية عنده. فالصفة البارزة بتكون عنده هاي الاشي. لكن الاربع صفات موجودة. عشان هيك العلماء من من طلعوهم من دراستهم للهيوم الدينج. تمام? من دراستهم كعلم نفس. طلعوا هاي الاربع صفات. يعني لخصوها. بس بديها كنت تتبهوا لشغلة تكونوا في التعامل. المريض فعلا كل المرضى عندهم هاي الصفات. لكن في ناس بظلها تبرز عندهم صفات معينة اكثر. منها زي ما اا مش عارف اللي سأل سوسنة. سوسنة صح اللي سألت? مين اللي سألت? اي اي دكتور. اه. اه الان هاي الحالة المثالية. هزا بيشي الايزل. بنتمنى كل المرضى يكونوا لكن في البراكتس قليل جدا بيكونوا انت بتظلك تسأل في المريض تحاول تعطيه طبعا هو بتصير في عندك قدرتك في تعطيه انيرجي انه سكون فانت بتطلب منه عشان هيك اللي اخذوا تدريب عندي. اللي ما كان يعمل باخر ايشي يطلب من المريض كان يخسر علامات. لانه مش كل المرضى بيجيو بيعطوك الفرصة. انهم يكونوا انه والله جرجب قدامك. تمام? فانت اذا ما كان المريض دايفيرجر في اي اخر تكنيسك بتقول له مثلا فور اكزامبل. فارجيني ايش اللي انا شرحته. تمام? فاحنا بنتمنى كل المرضى يكونوا لكن للأسف نسبتهم قليلة. احنا المشكلة اذا كان الفارماسس اثناء تقديم الرعاية الصيف لانه مش دايفيرجر. لانه هو بدي يكون في عنده انيرجي فرام انصايد. تمام? احنا بس ركزوا انه احنا قادين نحكي اكثر عن المرضى. بس انا مرات كمان بلمح لانه الفارماسس زي زي المريض. فهاي الصفات اصلا موجودة عنده. زي ما حكينا في الكوميونيكيشن. دك تعرف شو اللي موجود عندك. قبل ما تعرف اللي عند المريض. مش بالضرورة بعرفنا المريضة نقدم لها يا صيد الآنية. تمام? انا من من اشياء كثير اللي بواجهها في اعطاء المحاضرات. طلاب يقولوا ليها. مش يعني انا بتحكيها فلسفة. دكتور المعلومة اللي بتحكيها احنا مش فاهمينها. فعلى الاغلب مختلف بينه وبين الطالب. فهاي عشان ايه كان داما بضمني اسأل. في حدفان بحب الناس اسألوا. علشان اقدر انا عمل توازن بين البليارس. مرات كتير بخلي الطالب يشرق. علشان افهم ايش مستوى المعلومة. فانا قاعد بتعلم زي ما انتم بتتعلموا. فانا بالنهاية بيهمني شغلي انت كفارماسيس انك انت اثناء تقديمي الرعاية الصيدة لاني تعتبر هذا الاشي لك. تمام? لانه زي ما حكيت بعلمك اشياء كتير. لكن اذا انت فعلا جاي تتعلم من هذا المريض. مش بتقدم لدو اردونت. هذا انتهت وعفى عليها الزمن. افعل ولا تفعل. بيجي نحكي عن الصفة الثانية. تحت عندي سؤال عن سهل. اه. احنا حكينا ان يكون عنده انيرجي. انيرجي ما هي ناحية. انه هل يعني النريض يكون عنده واقع انه يستوعب منك شو تحكيله ولا اه عنده انيرجي ان هو عنده اكثر عن نسبة للمهرات طبعه ولا من اي ناحية بشكل خاص. انيرجي. انيرجي فقط قدامك. عنده طاقة انه يعمل هذا الاشي قدامك. حسنا بنيجي نحكي على انواع الاخرى بقولك شو بقصك في الطاقة. مش طاقة او انا ما بحكي عن ال انا قاعد بحكي عن هل هو عنده فعلا في ناس بتيجي عندهم يعني هاي كلمة شو يعني متشاعب في العرب. انا ما عرفش اللي اقيلها مالا ثاني. هو متشاعب يعني بحب يحكي. تمام? فهذا اللي بحب يحكي على الاكثر بيعطيك فيدباك. عشانيك احنا كفارماسيس بدنا نحكي. في ناس عندهم انيرجي بدهم يحكوا. الاكوميدياتور. ها يعني بقولك انا ليش اضيع وكتي هسا. بروح ادور على المعلومات بعدين. يعني خلينا نحكي عنكم. اه. اه. احنا. فينا نحكي انه يعني مش جامد. يعني المريض ما بيكون جامد قدامك استقبل معلومة وسكت. لا يعني هو متفاعل معنا. اي ومتفاعل. يعني هو بدي يحكي. يعني هو بدي يفرجيك انه انا يعني فاهم ولا مش فاهم. علها سببين هاي. في علم الناس. يا اما هو بدي يفرجيك انه هو فاهم عليك. او هو فعلا بدي يتأكد انه هو فاهم ولا لا. لانه بالنهاي بد يرجع يستخدم الانهيلر ومش فاضي يدور عليه وبدو ش يدور عليه. مش زي الانهوعة الثانية. يعني هو بدو الان يعرف انه هو بيستخدم الانهيلر صح ولا لا. لانه لا فاضي يدور عليه ولا بدو يدور عليه. يدور انه كيف يعرف يستخدم الانهيلر لحاله. هذا المقصود. ما بدو يدور ومش فاضي يدور. فهذا على الاغلب يحاول اجرب قدامك علشان ايش? يتأكد. او لانه فعلا هو بيحب يجرب هذا الاشي. لانه هيك طبيعته. هو اكتر. تمام? اذا كلمة انيرجيا عاملي عاملي شيء لها. مش مشكلة. لا لا لا. لا لا تمام دكتور هيك تمام وضحة الصورة. اه اكيد. طيب. اه تمام تمام. تمام. تمام يا دعاء? تمام دكتور. سناء. تمام? تمام دكتور. تمام. محمد شهادات انت حضرت الدورة متذكر. انت ذاكرتي يعني كويسة. اه دكتور بسؤال. اسألك سؤال. اسألك سؤال بينه بينك. بالله ما هي المحاضرة المهم اللي اليك لانا كحاضرها مرة ثانية. احكي الصحيح. احكي الصورة. انا انت انت مش زابط. احكي الصورة. اذا اسلوب تهرب. لا والله ما سؤال بس ما تسؤال. لا لا بقول للمحاضرة مملي اليك. لا بالعكس. طيب ماشا مالي. انا بحاول بس هيك يعني الناس اللي مش مراكزين معنا. اني ارجعهم فهذا اسلوب انا بستخدمي. يعني بختار الناس معانين لانهم بتفهموا اذا الاسلوب. تمام? نحكي عن النقطة الثانية. اللي هي اسيميلياتور. اسيميلياتور انا كاتب لكم يفضل ان يستوع بتعلم من البداية. في ناس كثير احكي لكم ببساطة. تكون خايف. بدوش يبين انه مش فاهم. كلك انا بروح بدور عليها. او بفكر انه كيف. قبل ما يدور عليه. هذا طبعا التايم بيفرق. ايش يعني التايم يعني. الاسيميلياتور ممكن ترى احتمال ضعيف انه. اه يفرجي اه يعني يحكي للفارماسيست كيف. يستخدمو ده الاشي. بس ده الفارماسيست اصر عليه. يعني ممكن عشان يمشي الموضوع. انا بقول لك انا يعني بتعلمها بعدين. او بدور عليها. واحنا هذا ترى جزء فينا يعني. وهذا الى دخل للان يوم نيجي نحكي عن الماييرز بريج. ونحكي عن الصفات الثاني اللي عند المرضى. اللي هي من يعني بنوضح لكو اكثر ليش هدول المرضى زي هيك. يعني ممكن يدخل عليك صيدلاني. يعني هو مستحي يقول لك انه انا صيدلاني. وقول له خلاص ماشي. يكون اسيميلياتور في هالحالة. صح? صح ولا لا? لا يا جماعة مش صح. لان هون يوم نيجي نحكي يعني هو بدي يشوف الفارمسيست شو قاعدة بيشرح. او بدي يتأكد يتجربها في البيت بعدين يرجع له. معناته هو ما بيعرف. فعني هون ضربت مثال ان المريض ممكن يكون خطأ هذا المثال. بس انا بدي شوف عنكو. بصح صحين ولا مش بصح صحين. فالاسيميلياتور هون بفضل انه يستوعب ويتعلم اول اشي. يعني في البداية يستوعب اللي قاعدة بتصير قدامه. بس مش بالضرورة يعطيك فيدباك. هذا المقصود. مش بالضرورة يجي يقول لك والله اه هم نستخدمها هون او هون. ممكن يسأل سؤال وممكن ما يسأل. بقول لك يلا خلاص انا هو بكون يستوعب يعني بكون بيعمل بيحب يروح يجرب في البيت. اذا ما عرفش بيرجع للصيدلاني. تمام? هيركزوا علي هالجملة لانه هسا راح نحكي عن الكونفيرجور والكوليكتور وراح نحكي على الاكاميدياتور. فهذا اذا ما عرف بايركت بيرجع عند الصيدلاني بيسأله ما عنده مشكلة. بس هو يمكن في البداية يكون بقول لك خلاص ماشي انا فاهمها ما فيش داعي اشرح له. فيش داعي افرجي انه فاهم. خليني اتعلم في البيت اكثر. عندما اتعلم تبارجع للصيدلاني تمام? في مرضى زي هيك? طبعا في مرضى. احنا احنا كفارماسيس انتو كطلاب مش مرات في طلاب بيسألوش? بقول لك برجع بقرأ سلايدات. وبرس مع التسجيل مضبوط? هذول اسيميليتورز ولا لا? طبعا دكتور اسيميليتور. وصلت? فالمريض. اذا ما حدا وصلت عنده يحكيلي دكتور انا مش فهم. للامانة هاي الاشياء يعني انا حضرت دورات وحضرت ناسكا بيعطى كوميونيكيشن بيحكوش عن هاي الاشياء. لانه على الاغلب اللي بيدرس السوشيال فارماسي اللي بيعطيكو عن هاي الاشياء. مش عشانه انا يعني بعطيكو عنها. يعني اللي تخصص السوشيال فارماسي بيعطيكو المعلومة بهاي الطريقة. وللامانة انا بشعر ان هاي المحاضرة مهمة جدا يا جماعة. بتخولك هي بتفرق بينك وبين اي صيدلاني تكون تكتير. هاي الاشياء كتير مهمة. فاسأل عنها. تكونوش اسيميليتور وترجع تقرأ المحاضرة. بعدين تسأله. ففي حد عندي سؤال. دكتور. دكتور. لا حتى الفارماسيست فيه انه يكون مثلا اسيميليتور لانه مثلا ممكن تنحكي عن فارماسيست انه ما عنده خبرة عم بيحكي مع فارماسيست تاني انه هو لا عنده خبرة. فمنكن بعض فترة انه يرجع له يسأله يعني ازا ما عارف او هيك. ويكون بالبداية مش رضي يحكينه. قصدك اه عشان افهم سؤالك قصدك هو ما بي بيجاوب مع المرضى لانه هو مش متعلم. فبحب يسأل فارماسيست قبل. لا لا انت سألتنا انه ممكن يكون اسيميليتور. اه طبعا. اه فممكن هوايك صح? طبعا هاي الصفات. الصفات حكيت لك علماء النفس يعني عشان كون دقيقين. دعين هم اللي يطلعوها. طلعوا هاي الصفات. هاي صفات للبني ادم. احنا كفارماسيست بينطبق علينا هاي الصفات. فالفارماسيست طبعا ممكن يكون اسيميليتور. وانتو يوم تعملوا بتكونوا اسيميليتور. اذا ما بد يعني. احنا طبعا ناياكو تكونوا بس انتو في البداية بتكونوا حذرين لانه وهذا الاشي طبيعي ترى. حذر يعني انت بتسمع بتكيش تعطي كثير عشان ما تغلط صح? فانتو يوم تتجربوا بتكون في انتو جزء كبير اسيميليتور. الان برجع بحكي بس للتوضيح. هاي الصفات الاربع اللي بنحكي عنها. وانا اليوم رح اوقفي المحاضرة عندها لاهمية هاي الصفات. لانه ما ضل الوقت. يعني يمكن احكي عن وراح اراجحها المحاضرة الجاي. هاي الصفات الاربعة هي موجودة عندنا كلياتنا. حتى انا عندي مش قاعد بحكي معكم موجودة عندها هاي الصفات. بس انا مضطر لاني بعطي المحاضرة. هيك لاحظة. مضطر لاني بعطي المحاضرة اني اكون ده اكثر. مضطر اظني اسول في كثير. تمام? لكن ممكن هسا رن علي حمزة التليفون. وهو بحكي معي وكون ردة فعلي له كثير يعني. ليش? بكون موجود بدي انام. صح. المقصود. 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 او اني انا في العكس يعني ارن علي. وكون هنا عسان. بقول لك. يعني فاضي. انا فاضي لك يا دكتور وترن علي. فهي القضية. القضية انه انت كهيومان بينج. هاي الصفات موجودة عندك. تمام? لكن هو بحدد اي صفة تظهر. فانت بيفرض عليك اثناء تخديم العيس سيدرين تكون وهذا الاشي اللي دائما بقول للطلاب. حتى لو كنت انت مش بدك تكون بها الحالة. ما بيزبط انت تكون مع المريض. اذا انت و هو بديجي يقول لك تعال علمني. المرضى ما بيقولوا في العادة. هزيد انت انهم يطلبوا هاي الاشياء منا. تمام? فواضحة داي. واضحة صح? اه واضحة. ان شاء الله. طيب النقطة الثالثة او انا تجاوزا سميتها او فعليا اكثر من كليبتور. هذول ليش انا بستخدم هذا الديفايس وكيف بستخدمه? هذول في العادة الكونفيرجر والكوليكتور هذة ليش بدو نيد مور انفورميشن اباوت واندها فمش راح يجي يجرب قدامك. ليش هذة بروح يدور عمعلومات? لاحظوا الاسيميليتور مش انه هو بديدور عالمعلومات. وقول لك انا المريض الفارمس الشرحها قدامي. اتوقع اني اثمتها بجربها في البيت. اذا ما جربتها. اذا ما ضبطت معي برجع للصيدلاني. وان بقول لك لا انا بدو دورها معلومات. هذا على الاغلب بيكون مش سامع للصيدلاني هو بيحكي. نسبة كبيرة. ما عندو اكثر لان بقول لك شو موجود اللي فلت. اذا مش موجودة في اليوتيوب. فهذولة بيكونوا حتى لو ما عرفوش يرجعو لك. لانه هذا بيعتمد حاله في عملية جمع المعلومات. وهنا في خطورة كبيرة انه انت فارمس لازم تكشف نوعية المرضى. وتحاول انت تعطيهم المعلومات في نفس اللحظة. وتقول له فرجيني. ليش طبعا هذول خطيرين? لان هذول ممكن يعتمدوا على المعلومات وفهمهم الها من وجهة نظرهم. وهذول مش هيلف كير. وانا دائما بحكي اي شخص مهما كان علمه. ما بيعرف في الهيلف كير هو جاهل في الهيلف كير. يعني مش هيلف كير. ايش معنى جاهل هو اذا احنا مرضات بديش اضرب البثال عشان محداش من القطب بيزان. اذا احنا بنحكي انه فيما يخص الادوية. الطبيب عنده بس مش اكسبرت. وكذلك المريض هو مش اكسبرت. المريض اكثر طبعا من الطبيب لانه هو مش هيلف كير. فهذا ممكن يوخذ المعلومات ويفهمها بالطريقة اللي هو بدي اياه. ممكن يشوف في الدواء يبطل يستخدم الدواء. ويجي عليك انت كصيدلاني. طب بيقول لك لا انا بستخدمه وبيستخدمهوش. فهذول الكونفيرجر والكليكتور لازم نكتشفهم احنا في اثناء تقديم الرعاية الصيدلانية. وعلى الاغلب نسبة كبير منهم بكونوا متعلمين. يعني بتلاقي مهندس اه متعلم. بقول لك ايش هوش. بدك اضيع وقتي. ما هو ما بقول لك اياه فس تو فس بس انت بتفهم الله حالك بالكومنيكيش. تمام? بقول لك انا والله مستعجل يعني يضيعش وقتي. مش كل اللي بقول لك مستعجل كونفيرجر. بس انا بحاول اعطيكو امثلة عن طبيقة هذول المرضى وكيف البيهيفير تباحهم. هذا بده يعني احنا عشان نتخلص من البيهيفير لازم نقول له بطريقة فهذا ممكن عن المرضى الثانين. يعني مش تيجي تقول له هاي هيك بنستخدمها. لازم تقول له ليش. تمام? لانه هذا بيحب تجمع المعلومات ويعمل فيها ايش? يعني. فهذول على الاغلب بيكونوا معظمهم متعلمين اكثر. تمام? فهذا ممكن يسألك اثناء تقديم المعلومات. طب ليش? هذا في حال صار في عنده انترست عنده يسمع. فهذا بدك تحاول انك تكابتشر اثناء تقديم الرعاية الصيدلانية. فهذا بيختلف عن الاسيميليتور. الاسيميليتور ميوش تو هاف تايم تو ريفلكت ان دا بروسس. التايم هذا بيرجع البيت بيجرب. هذا قبل ما يجرب بده روح دورة معلومات. يعني بجوز يكون فهم شو بيحكي الصيدلاني. بس بدورة معلومات اضافيا هذا الدور. واضح? بس هذا الكونفيرجر الكونفيرجر بيس ممكن يسمع للا ممكن يسمع لصيدلاني. نشوف الاكوميدياتور. هذا مشكلته عنيد. احنا بنحكيه في الكممينيكيشن. هذا ممكن ما يسمع الكيش. مين اطلسن قول لك انا بتعلم من حالي. مين هذو? مين هذول اصلا اكتر ناس اكوميدياتور? الهيلف كير اول شي. الصياد له. ولا طباء. فوت عليك الصيدلاني. اقول لك عن زميلك صيدلاني. يعني يعني حل عني. تكتب ليش الجراعات انا بعملها. هذول اكوميدياتور. ليش? صح ولا لا? هذول ما بيسمعوا لك. بقول لك انا حتى لما بكون مش عارف. بروح بدورها الجراعات صح? تمام? ف انا مرات كثير بكون اكوميدياتور. لان فعلا بكون مستاجل. فبتصير يكتب لي او بديش اشوف دايقني من الصياد له. خاصة في المضادات الحيوية. لانه علشان انا اقدر اسمع لك. واكون معك. كشخص. ما تكتب ليش الجراعان غير بدون ما تسألني كديش وزن المريض. وهو شوفي عنده او مرات مش هو بيشكي. قبل ما تقول لي خمسة مل ثلاث مرات يوميا او مرتين يوميا لهذا المضاد الحيوي. فانا علشان ما يعني اسمع هاي الشغل اللي بتستفزني. بقول خلاص انا صيدلاني زميلك. فكنت بها الحالة اكوميدياتور. انا صيدلاني ابسل غير عن العمر بس. وما بس لا عن وزن ولا عن اي امراض اشيكات معه بس عن العمر. طيب هيك هيك فهمت عليك. الان اذا الصيدلاني ما بيسأل غير عن العمر وانت صيدلاني راح تكون اكوميدياتور معه صح? مش راح تسمع. تقول لك ما له هاي شو بيحكي قاعد? مزبوط ولا لا? اكيد. فهو لازم الصيدلاني يعرف ليش المريض اللي هو كان صيدلاني او كان طبيب ما رضي يستقبل المعلومات منه. على الاغلب من اكوميدياتور. فالان المرة الجاية يوم يجي عليه نفس هذا المريض لازم يعطيه طريقة المعلومات بطريقة اخرى. بيسمع الى المريض. وممكن صيد دايفيرجر بهذه الحالة. فاحنا وظيفتنا كصياد له ان خلي كل المرضى دايفيرجر اثناء تقديم رعاية صيدلانية. لانه للامانية يا جماعة بس بكرة تقدموا رعاية صيدلانية لمرضى خاصة في الكوميينتي فارماسي. معظم المرضى انت ما بيكون عندك معلومات عنهم. بيضل لك تحكي مع المريض ربع ساعة. قبل ما يطلع بتسأله سؤال بتكتشف انه كل الاشياء اللي اللي كنت يعرف عنها مش مضبوطة. لانه دايما يا جماعة المريض قد ما تتخيل انه ما يعطيك معلومات وبيعطيكش اكثر من اربعين لخمسين في المية. وهذا مبني على الدراسات مش كلامي. مش كلامي انا. مش من خبرتي يعني. هذا ايش فيه دراسات. المرضى الصعب مع اختلاف انواحهم. حتى لو كانوا مش بالضروري يعطوك كل المعلومات. فهم بصعبوا عليك العملية تقديم داعي الصيدلانية. فلازم تجمع معلومات كثير عن هذا المريض. يعني انا بالنسبة الي. ان شاء الله انتوا بس تخلصوا. وتتخرجوا. وتبلشوا وتتعلموا. مش غلط. ترجع لها المحاضر ويقرأها. افتع على الانترنت. شوف ترى هذا الاشي كثير الناس بقدموه. مش مش الحالي انا يعني. افتع على الاشياء بتلاقي فيه كثير مخابرات على اليوتيوب. اتعلم عن هذا الموضوع. وحاول طبقه. راح تشوف قديش اهميته. انا بهم لتوصل لون تارجت. على الاقل. الى فات عندك المريض. بدي اول شغل لتعرف انه هذا هيلف كير ولا مش هيلف كير. من خلال اول سؤال بتسأله. راح نحكي طبعا عن نوعية الاسئلة في المحاضرة الجائية ان شاء الله. من خلال اول سؤال بتسأل لازم تعرف هذا هيلف كير ولا مش هيلف كير. من طريقة ترده يا اخي مش او من اول سؤال. خليك بعد فترة بتصير تعرف من اول سؤال. من بداية الاسئلة. من بداية الكونفرزيشن. دك تعرف ان هذا هيلف كير ولا مش هيلف كير. الان دارفت انه هيلف كير. لازم قبل ما يطلع تعرف انه فارمست او لا. لانه هذا الاشي على الاقل انت فارمست. مش مضرورة تسأله من خلال الاسئلة. مش لازم تسأله والله انت صيدلاني؟ لا الهدف انك ما تسأله الهدف انك تتعلم يعني انا بهمني تقرأ المريض اللي قدامك ايش هون لانه يا جماعة اذا كان المريض بسهل علينا العملية تمام؟ اذا كان اسيميليتور لا لازم لازم تبلش فيه شوية تسأله اسئلة عشان يتحول لدى الكونفيرجر دك تسأله اسئلة اكثر بدك تخليه في الكلام اكثر عشان ما يروح يدور على المعلومات لحاله وياخذها من عندك خلاص تمام؟ الاكوميديتور هذا بديك تفهمه اكثر لانه هو اصعب اشي هذا ممكن ما يسمع لك ممكن انت بتحكي هو يعني بعالم اخر اخر شغلة قبل ما نخلص المحاضرة نعرف الوقت قربين داعين ومعظمكم عندهم محاضرات تانية الان اخر شغلة يعني مسج من هذا السلايد اللي احنا قاعدنا عليه ممكن اكثر من ثلث ساعة هاي الصفات كلها موجودة عندنا احنا كمرضى او كصيادلة موجودة في الهيومن دينك احنا كصيادلة بنحكي قاعدين عن المرضى من وجهة نظر المريض المريض عنده كل هاي الصفات بنسب متفاوت في مرضى بتلاقي عنده تسعين في المية داع بيرجر واكوميديتور يمكن اثنين بالمية واسميليتور كذا نسب مختلفة الان هذول المرضى نفسهم اللي كان ثمانين في المية أو نسين في المية داع بيرجر او مؤظم الحالات اللي بيجيك في عليها اسميليتور عشان هيك احنا بنقول لك لانه نون بيشنط لانه نون بيشنط انت على الاغلب عارف انه هزا معظم الحالات فانت عارف كيف تحكي معاه اذا كان نيو بيشنط انا قاعد بحكي من وجه التنظر الكممينيكيشن معناته بدك تتعرف مين هو فالكولب ليرنينج ستايل للكو عليها سؤال في حدا عنده سؤال على الكولب ليرنينج ستايل اه دكتور تمام واضح كله تمام هيام هيام مسألناكيش اليوم لا دكتور واضح واضح الحمد لله نسرين اه دكتور واضح خديجي بدك تسألي سؤال كأنك اه لا دكتور خدس سألته ايمان كأنه شو لا مش كأنه اسأليني شو معنا ايمان اه لا قد أسأل نفس السؤال اللي سألته على الاسيميليتر انه ممكن يكون صيدلاني انه هو عارف طيب هدولا كلهم الصفات ممكن يكون صيدلاني ممكن يكون طبيب اتفقنا اه اه تمام دفتر اه لكن احنا من ركز عليها موجهة نظر المرضى لانه صيادة من قدم رعاية صيدلاني لمريض لانه المريض مش ايكو الكومونيكيشن هو سوبيريور علينا في الكومونيكيشن لانه مريض يعني حتى الطبيب مش احنا قلنا فارماسيستو فيزيشن حتى الطبيب اذا ايجانا مريض نتعامل معه كأنه مريض هو لازم يفهم انه مريض تمام تمام يعني اخر شغله من خلص النقاش انا مرة كنت في راوند في احدى المستشفيات في ايربوت وكان في طبيب مريض عجبني الدكتور احنا في الراوند مزح معاه مسحب راس ماله قل له انت طبعا هذا الدكتور هو اعلم منه وفهم منه بس الان هو مريض وصل له المسج انه انت الان مريض احنا متعامل معك كمريض فبدك تسمع لنا هاي معناها لانه اذا ما بده يسمع لنا بده يكون اكوميدياتور ما رح يستوعب الفارماسيتيك الكير رح صير في ريزيستن كالفارماسيتيك الكير تمام طبعا عملية الكميليكيشن مش بالسهول اللي انا حكيتها بس انا هذا المثال ما بنساه انه كيف الطبيب كان فعلا وضح له هاي العملية مع انه زميله كان واحنا ملل في الراوند بس حكاها فور ايجوكيشن عشان كل الموجودين في الراوند سواء كان فارماسيتيك تعلموا انه هذا مهما كان طبيب واستشاري وتخصصه هذا الاشي هو الان مريض فاحنا لازم تعمل معه بهذا الاشي